السلام عليكم أخوتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي أحشركم معكم أخوتي واحد الفيديو الآن يعني العشرات حرفيا العشرات من الحافلات كل حافلة ريفد أكثر من خمسين مهاجر غير شرعي مرجعتهم الجزائر إلى بلدانهم من بينهم حتى الأفريق والمراركة أيضا هذا كله بعد مطالب الجزائري بهذا الأمر أيضا يبدو الآن كما كنت تتوقع سويس وخاتي البريكس رايحبا الجزائر تنضم إليها نعم بعد قبولي البنك البريكس المبلغ الضخم لهو مليار ونص اللي حطته الجزائر الآن في البنك البريكس عاود خمم قل إيه الجزائر مدم تقدر تحط مليار ونص خارج حسابها في البنك الناس الآن رايح تحوس على دراهم باش تتسلف هي اللي رايح تحط في البنك هذي نسحقوها وراح نقولكم تفاصيل تحها أيضا بخصوص الجزائر رايب ديت تغلي في شربة لأن الناس اللي هم حابين ينشروا القاز من عندها الجزائر ترفع في أسعار القاز أيضا واحدا المتحول جنسي خاوتي يعني مرأة كانت بكري راجل لكلية مرأة تشارك في سباقة تاع البارالمبية واحد ما اهضر عليها ويما خليه يفتحوا عليها بالنبيح وراح نقول لكم خاوتي يعني كتشوفوا المنظر تحها المتسابق هذا قصد المتسابقة شعف كما يقولونها هاوليكم من وجهه بعين لا لا إما خليف مرأة واحد ما اهضر عليها هذا الامر يا الله بوتين روسيا عنا ما كنش تمحوظك أيضا عدلا كثير كما قلوكم خاوتي في الأخبار رح نقول لكم مزير العدل يحاول مرة أخرى يفسد المجتمع المروكي ويدخل عليه هاد القيم غريبة رح الانحب يفرض على المرأة تمنح النفقة للراجل يعني أمن ولا ريح وهذه ما سمعت فيه حتى قانون حتى عند الكفار والمزيد من الأخبار والموضع الأخرى إذا كفنا الوقت نشاركوها معكم خاوتي قبل ما نبدأ في التفاصيل وفي الفيديو على كل حال ما تنسوش خاوتي الله يحفظكم تكليكونا على زر اللايك تشتركونا في القناة تفعلنا الجرس الأمور هذي كلها رح تدعمنا نصدق لكل حملات السينيات لا يحفظكم خاوتي لما نطور عليكم يالله للتفاصيل في الفيديو الأول مباشرة نشوف معي هذا الفيديو خاوتي هذا هو مشروع القيطار الجزائري كثير من الجزائريين شايفوا هذا الصورة زعفوا قلوك ياه أنا ركتشوفي نحن الهند تديرنا القيطار كما هذا هادرنا قيطار متطور يشبه لديك تعال رصاصة اليابانية الأمر اللي ما مش عارفين خاوتي هو أنه المناخت على اليابان كيف كيف هذه اللولة ثانيا هذا القيطار يعني رح تكون المهمة تعه مشي في الكاركاسة تعه لأنه هذا الكاركاسة أصلا هذا المقطورة هي الصنح السيني من عائلة دي أفور المشهورة والتي منتشرة يعني في الكثير من دول العالم حتى في الدول المتطورة والشكل التحى عادي بصح عليها بدت تنتشظ الأخبار خاوتي رغم أنه الجزائري لأن رح يدير المشاريع رح يدير في القيطارات ورح يدير خارجين يشتكون في الحقيقة لهم يشتكون خاوتي مشي الجزائريين وإنما هم المخازنية نعم خاطئي عليه لأنه ما أشعجب أن أحاكي فيها مشروع قطار الجزائر الآن انتهى لك لك نهاية أشغال ربط منجم بلاد الحدبة بالسكة الحديدية هذه في الجزائر أقل من سنة على انطلاق المشروع هذا تلك الجزائر الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الاستثمارات في السكة الحديدية بالجزائر تعلن عن انتهاء أشغال الربط في منجم الفوسفات بلاد الحدبة بشبكة السكة الحديدية بولاية تبسا فأنتو خاطئي نعم حابين يغطوا على هذا الخبر اه شوفوا ذلك الشكل القطار هذا الشحل مزعوق ما يهمش يأدي المهمة تاعه وراح ينحي الشقاء على الشعب الجزائري وراح يخلي المنتجات الجزائرية يتم تحويلها وتصديرها والاستفادة منها بشكل أسرع بكثير الجزائر الآن من أكبر الدول عربطا بالسكة الحديدية في القارة الإفريقية بأكملها وكما يقولوا اللي يحب يقولوا خليهم يقولوا ثم وشاكم خاطئي في هذا الموضوع خبرونا لكم في التعليقات ايضا بخصوص الطرق كان هناك فيديو منتشر مؤخرا للكثير من حافلات الأفارقة حيث أن الجزائر الآن تقوم بتهجيرهم وكما كنت شوفوا قادرين يبسعها هكذا قادرين يضربوا من الحافل ويهربوا لا لف الحقيقة لأنه هذه الحافلات كلها لكم تشوف فيها خاطئ لا يمحملها قاعتك بالمهاجرين لهم عاولة رجحهم الجزائر ورهم اسكورتي من طرف الشرطة الجزائرية كما كنت شوفوا مفهمش أغطى هاليك الشرطة الجزائرية هي ممنوع تصور الشرطة صحيح ما عنده الحق صيد كي تدور تليفون ولكن الشرطة الجزائرية الآن في كل مكان كان حتى ليهربوا يعني كل يرامل هي كصوطا ومتتقوا وهربوا ولكن الأغلبية هاملك رأي دل عليهم الزوم هذولين وقدروا هيهربوا قال لك من الجزائر مطالبت هنا بالترحيل لا يعني أننا لا نتعاطفوا معهم وما يغيظوناش هم ما يستهلوش اللي يعيشها لنا معايشين فيها صراحة وهذه المعاناة لا ذنب لهم فيها ولكن أيضا الجزائر هي الأخرى محتاجة الثروات تحت بلدها بش يستفادوا من هالجزائريين إذا حبوا يهربوا أوروبا رأي لهم مرحبا بهم مش الجزائر هي اللي احتلتهم لقرون عدة أوروبا هي اللي احتلتهم لقرون عدة وإذا لم يحبين يهربوا ونرماموا الجزائر تسلك تهللهم بطريق إذا قالها أنا أفريقيا تقولوا روح أحرق أنت حر هاي لك فرنسا ورح كلها راسها ما تبع ليش هنا برك أنه فرنسا أخوتي جاءت ضدمة علينا وكلتنا الثروات التاعنا لمدة مئات السنين حتى إحنا الجزائرين وننسلوا لها وهاي لك هام لك أفريقيا قالك عبد الرحمن تشياني رئيس النيجر شوفوش قال يجب على فرنسا أن تدفع الأموال المنهوبة من النيجر على مدى 65 عاما نقدا وإذا بدت فرنسا تدفع هذه الأموال خاتي رح تكون تريليونات من الدولارات نفس الشيء بالنسبة للجزائر إذن إذا رأي محابين يحارقون روام والجزائر تهلهم طريق باش يعطوها الفرنسا وإذا أنا غالط خاتي يقولولي في التعليقات في الخبر الآخر الجزائر درجست كبير كانت حاطة ديشهم مليار ونص في بنك البريكس كثير من الناس كان يقولوا الرئيس تبون يا حصرها أنت صدقتها صدقتها عليهم صدقتها على البريكس فاضح لي كدراهم لكن كثير من هذو كانوا يهضروا ذلك كلام ما يفهموش في الاقتصاد والتجارة الحركة هذي كانت حركة استراتيجية ذكية للغاية رئيس تبون شاف باللي البريكس هذي يعني راهي منظمة بالوقت رح رتفوت الجي سيفن هذا بسبب يعني اقتصاد الصين العظيم والروسيا وأيضا برازيل وكل الدول راهي عوضوا في هذة المنظمة فالجزائر طلبت باش تنظم لهذه المنظمة ولكن الجزائر كما نقولوا ما طلبتهاش غير فقط بلاطاي جزائر هذي طلبت الانضمام حطت مليار ونص في بنك البريكس هذيك المليار ونص يعني ديروا لها بوز وتم تحديد الأعضاء الجدد للأسف الجزائر ما كانتش واحدة منهم لكن الآن بنك البريكس ما قلت لكم راهي يشوف بلين أعضاء الجدد كل دولة عندها مشكل كان حتى لبريكس عرضت عنهم وما رفضوا مثل الأرجنتين المؤشرة تدل الآن على أنه يعني بعد السنوات قليلة من الآن ربما خمسة ولا ست سنين إذا كملت الجزائر كما هك رح تصبح أقوى اقتصاد في القارة الإفريقية بأكملها وطبعا إذا البريكس ما ضمت معها أقوى اقتصاد في القارة الإفريقية فرا هي الخاسرة الآن لهذا البريكس عنده فقط 4 يوم و5 يوم قبل الدفعة الجزائرية في بنك البريكس وهي المليار ونص كما قلت لكم الناس لما يشتفى في الاقتصاد كانوا يظنوا بلين الرئيس تبون صدقها على البريكس ولكن لا في الحقيقة هذه استثمار في البريكس الجزائر رح تربح منها دراهم نعم تربح منها الكثير من على العائدات ويمكن للجزائر سحب هذه المليار ونص في أي وقت أرادت ذلك يبدو الآن أن البريكس سمع معي قال لك مصدر مطر يعني ما زال ما بداش ينتشر هذا الخبر في مواقع الأخبارية ولكن رح تشوفوه لاحقا هذا كنت تنبأس بهذا الخبر خاطئ قال لك البريكس تستعد لتوجيه دعوة إلى الجزائر للانضمام إلى التكتل بعد إتمام انضمامها إلى البنك التنمية وإذا كان هذا الأمر أرى أن الجزائر رح تقبل مئة بالمئة رغم أنه خاطئ يعني صراحة أنا نهالي رح نشوف ضكها بانك البريكس رح فيه بعض الدول دول هذه الجديدة اللي جات يعني فاشلة نوع المالي أنها شوفوا ضك الشصاري في مصر مثلا مصر الآن رح هي أكبر دولة تقطر الأموال في العالم الانضمام إلى البريكس ما فاتهش بزيف لأنه أصلا لاقتصاد التحكم في الانهيار لكن رح يكون الأمر مختلف بالنسبة للجزائر ثم رح رحكم بخوتي في هذا الأمر خبرونا لكم في التحليقات بخصوص الاقتصاد الجزائري يعني كل يوم الجزائر تعمل على الرافع من هذا الاقتصاد أكثر فأكثر فكما نبيعكم بخوتي الأسعار تعلق البترول يتحكم فيها السوق أما أسعار القاز فتتحكم فيها كل دولة يعني كل دولة تدبر رأسها في هذه الأسعار طبعا قانون الطالب والعرض ينطبق أيضا على هذه المادة ولكن كل دولة كيف تحب تبيع غاز التحى؟ الجزائر قررت رفع أسعار بيع الغاز المسالة قالك أعلن وسط تجاريين ومتعاملين في السوق المحلوقات الدولية عن إقدام شركة سونطراك على تعديل لأسعار البيع الرسمية للغاز البترول المسالة برسم شهر سبتمبر 2024 مقالنة بشهر جويليا مع توسيع الجزائر خارطة إمداداتها للمادة مع تسجيل طالبين على الغاز البترول المسالة الجزائري يعني الفيول كما قلوا احنا وأيضا خوتي خليقوكم بلي إيه؟ الجزائر أعطات لبنان الدفع الأولى من هذا الغاز لكن لبنان راح تزيد تحتاج في المستقبل وطبعا مدام راح تزيد تحتاج وشافت بلي الجزائر قادرة على تلبية الطلب في أي لحظة فرح تكون الجزائر هي أكبر مصدر للغاز إلى لبنان يعني بنقا وصينا الجزائر بالحركة الذكية بتحها رغم أنها كانت هبة إلى أنها حركة اقتصادية جميلة جدا الجزائر كسبت سوق جديدة تبيع لها الغاز أخوتي راح نحكو على الألعاب الأولمبية والبارالمبية كنوريكم هذه الصورة أخوتي غير من الوجه تعرفوا تعرفوا بلي هذا كان راجل ذو كل مرأة ولا مرأة يعني ولا مرأة غير بالأسمة لأنه الآن عنده حشيكم الأعضاء التيعوا ما بدلوا تقدروا تشوفوا الأمر واضح شوف مرأة عابرة جنسية هذه وسمها فالنتينا بيتريلو وهذه فالنتينا بيتريلو غير كما البارالح بارك ربحت في الألعاب البرالمبية في السباق فالنتينا بيتريلو مرأة عابرة جنسية تشارك حاليا في الألعاب البرالمبية في فالنتينا بيتريلو ها خاشي حشك شوفوا شوالدوزين متبدلوش باري أيضا هذه إيطاليانية هي نفسها إيطاليا التي كنت تشتكي من الجزائر زعما باللي إيماء خليفة متحولة وهاليك هذه المتحولة جنسية رأيت تجري مع النساء شوفي خير شو منتظرين تعليق جورجيا ميلوني أه جورجيا ميلوني قالت له هجوم دونالد ترامب؟ أه طيب جايكي رولين ما في حد هذه الفوحة جايكي رولين هذي اللي دارت لزعمال قصة هاري بوتر وقعدة غير تنبح من اللي شاركة الجزائرية إما خلي في ذلك البوطوله هي غير تنبح 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 ذكرا راهي الساكتا كلمة ما نطقتها شالح لأنه إذا كان الأمر يتعلق بأصحاب اللون مشي البيضاء هنا الغرب كمبلي هاجموا عليهم وكي ولي الأمر يتعلق بالطاليني ينسون سمير غمض عينك ما في حدا لم تتعدد العداء فالنتينا فتريلو لهجوم من القادة والسياسيين والمشاهير كالذي تعرضت لها إيمان خليف بس هي مش اسمه ازدواجيت معايي هذا بالضبط ما يقوله رواد مواقع التواصل بعد مشاركة فالنتينا التي كانت فعلا رجلا في السابق وعبرت إلى امرآه بعد فوجها بـ 11 لقبا في مسابقات للرجال هذي في مسابقات الرجال وقدرة تربح حديش لقب ذركة كي ولت المرأة هيه هيه غبرت عليهم صاي يعني ولو ميكزيستي وش معها والعمر هذا ما هوش مثير لغضب الكثير كما قلنا لكم من روض مواقع التواصل الاجتماعي المرأة ونص في عمرها واحد وخمسين سناء يعني شغل نورمان وفي هادلاج الواحد الأداء تعه يتراجع ولكن كي يكون واحد راجل ويتحول لمرأة ويشاركه مع انساء كي يكون في عمره السبعين قادر يربحه تم شاركوا في هذا الموضوع خبروناكم في التعليقات نختمو بهذا الفيديو خوتي شوفوا الان وزير العدل هذا المروكي اللي يدرك كثير من التغييرات منذ قدومه يعني على الحكم في المروك يعني يقدر يدخل الشيواذ ويعطونهم الحقوق يقدر ثانيكية يرجع لزوتال ولا يعني اماكن هذو تاعه ما بيت في المروك مختلطة بدون تدخل اي سلطات وذلك قلنا باللي احنا المروك معدناش اصل لو كان نديرونا الدياني تست تلقون باللي احنا هاجينين معدناش اصل بين وصح والله غيقالها دورك اسمعوا شي سيديرا دقيقة اطلاحوا كلها طلاق يجب ان تطلاحوا كلها وكي تطلحوا كلها يجب ان نعرف ما يملكون ورجو ما لا يملكون ما تملكون المرأة وما لا تملكون لان المسؤولية المالية مشتركة مسؤولية الاصصالة مشتركة وسنعرف ضعية المرأة وضعية الرجل نشوفوا شكون اللي متضرر باش يقدر التعويضة للاخر لانه اذا كان الآن خاوتر يقول باللي إذا كان الراجل الضرر من المرأة في الطلاقة والمرأة كانت تخدم المرأة ملزومة تخلص الراجل في الحقيقة خاوتي من بين كل الأمور اللي دارها اللي ما عجبتش الناس هذي لقيت حتى بعض الجزائريين يوفقوا فيها إذا كانت المرأة الآن حابت تتولي تخدم وحابت تتنافس الراجل ولا تخلص خير منه وبعض طلقته ومبعض زعماكي ما قلوت لولد ولا بيناتهم نص نص على هولي منزوم عن هي خلصها مدام هي خلاص ولا عندها دور كيف كيف كي هيك الراجل أحيانا إذا كانت هي عندها دراما كثر هيا اللي تعطي له النفقة هذا الأمر رح يشجع الطلاق للرجال واللنساء لأنه بكري الرجال كنوا يخاف ويطلقوا لأنه النفقة رح تطيحها لأراسهم لكن الآن مدام هوليك يعني مساوات بين الرجل والمرأة قادر المرأة ثانيك تباصي وتوالي هي تخلص لأنك دخل عند المرأة أكبر من دخل الرجل رح ستجيب علي النفقة ستوجيب علي النفقة لأنه تهيار تساهمه في العملية وفكي نقشو هذا الموضوع هذا وتنفكره في هذا الشكل لكي يجب أن يكون هناك نعمل التوازن وتكون هناك نعمل العدالة إذا ما كانش هناك نعمل العدالة والتوازن هذا رح ما يمكن أن يكون حينما نقوله بالمناصفة رح يقوله في كل شي يحتلل فائدة الرجل المناصفة الاقتصادية أنتم مرشاكم خوتي في هذا الأمر يعني صراحة المنطقة التاعه هنا يا أنا ثانيك بينني عنده الحق إموجيني وعن نعطي نذب نذب الحق بس أنتم أقوله لكم في تعليقات خوتي حول هذا الموضوع كاميرا كم تفرون وصلنا لنهاية الفيديو إذا أعجبكم كليكونا على زر اللايك شتركونا في القناة وفعلوا الجرس ونتظيرونا في الفيديو القادم خوتي شكرا على مشاهدة وإلى اللقاء حقا متنسوش تكليكو على زر اللايك شكرا على مشاهدة